مرحبا برج الأسد أهلا بكم في القراءة العاطفية المو عندنا كرت العالم قبل ما أقول لك مشاعره قاعد أحسني وأشوف أن شريكك وصل إلى منصب وصل إلى هدف معين في باله ولكن مراحل تعبه واجتهادة من أجل هذا الهدف كان أثناء علاقتكم في السابق لما كنت معه كان يحاول مثلا أن يصل إلى المنصب الفلاني أو يحصل على الأموال أو كان يحاول أن يكون نفسه يتخرج لما كنتوا مع بعض الحين حصل عليه ولكن جزء من النص مفقود تعرف الرسالة القديمة اللي نشوفها في التلفونات قبل لما تكون الرسالة طويلة وما تصل دفعة واحدة تصل على دفعات ويكون مكتوب فيها آخر شيء جزء من النص مفقود لازم تنتظر كأنه ما قاعد يقول لي هنا أنا حين وصلت ولكن عنده جزء من الناس مفقود تعوى إن شالت عن عينه الغمامة تعوى ابتدأ يكتشف يستوعب أنه وين برج الأسد وهو اللي كان هنا يمكن مفروض واقف معاي أثناء نجاحي أثناء حصولي على هاي الوظيفة على هاي الفخر على هذه الشهادة ولكن من بين كل الناس وهو اللي كان موجود في حياتي لما ما كان عندي شيء الحين صار عندي شيء ولكن برج الأسد مو موجود متفاجئ احتمال كبير اللي قاعدة أتشوفه سبب تفاجئ شريكك هو إن علاقتكم ما انتهت بسلام أو ما انتهت بشكل طبيعي لأنه عندنا كرت برج العقرب مقلوب لما يكون مقلوب معناته كان فيه تدخل خارجي ما كان التحول هذي كرت التحول الطبيعي ما كان فيه تحول طبيعي للعلاقة فيه تدخل خارجي كان هدفه تدمير علاقتكم ما بقول لك سحر التفريق قاعدة أتشوف شيء حتى أكثر ظلمة أكثر سوء من سحر التفريق عشان شيء لي أحس أن العلاقة انتهت بسرعة بشكل مفاجئ كانت جدا متينة ومبنية على عشرة سنين وعلى ثقة وعلى مواقف وعلى أثنين فعلا نحبون بعض فانتهت بشكل درامي انتهت بشكل سريع انتهت بشكل انه استيقظت يوم من الأيام وشفت انه خلاص قاعدة أشوف هني بكاء نحيب سحر معمول شيء كبير ما كان انفصال طبيعي اللي صار بينكم واخر كرت عندنا ثماني الأكواب شريكك جدا حزين جدا حزين وكأنه ما يحس قاعد يفكر وهو هني بينه وبين نفسه أنا حين في كابوس الحين في كابوس لأنه برج الأسد مو موجود في حياتي أو هلأ أنا استيقظت من حلم والحلم الجميل كان لما كان برج الأسد شريكي حبيبي كان موجود في حياتي احس انه هو لا للدنيا ولا للأرض بما معناه انه هو موجود حين في الوظيفة في الأموال اللي يريدها ولكن ما ما يملكك انت في حياته ولما كان قبل يملكك انت ما كان عنده الوظيفة النجاح فجدا ما ادري ليش حزينه تول غمامة والغشاوة ابتدت تنشال عن عينه يمكن تأثير السحر تأثير الحدث الكبير الصادم توله ابتدت غلغل إلى عقل وقلب وفؤاد شريكك اشوف ايضا نفكر فيك طول الوقت كأنما اطالع يمين يسار يتوقع انه راح يشوفك في اي لحظة ينتظر السؤال الثاني هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا هنا الامبراطور الامبراطور دائما نسميه الملك المتحجر لانه قام لانه هذا ملك الملوك يدير الامور بطريقة جدا تقليدية لدرجة انه اصير النظام متحجر قديم وما تقدر تغيره شريكك وانت هذا الشريك القديم من العلاقة القديمة وصل لمرحلة مراضي عن امية بالامية مراضي عن الانفصال ولكن تعرف اللي تقدم كثيرا عنك ووصل الى مكان جدا مختلف لدرجة انه ما يقدر يتراجع الحين لانه ليش الامبراطور فيه ناس يعتمدون عليه الحين ممكن ان نتزوج وفيه اثار مبنت على زواجه بيت وزوجه وابناء وعائلة وصار فيه تداخل في العائلات وصار فيه توقعات من الاهل صار فيه التزامات هاي الكلمة اللي ابيها انا اظل اتكلم لحد ما الكلمة تصل الكلمة هني ان التزامات شريكك اللي للأسف لما كان لحد الان في نفس الغيبوبة التزامات اللي دخل فيها هي اللي حين قاعدة تمنع التقاءكم مرة ثانية فلا اهو مراضي عن الابتعادة والانفصال قلت لك النجمة كرت برج الدل واحتمال كبير انك تتعامل مع شخص من برج الدلو عندنا هني ايضا برج الحمل عندنا برج العقرب والابراج المائية طاقتهم كرت برج الدلو يقول لك اللي قلت لك ايامنا شوي انه صار فيه بعد كبير يمكن المشكلة كبرت زيادة عن اللزوم طريقة انتهاء العلاقة كانت جدا سيئة فيه شي ضخم بسبب هذا الكرت انه كان مقلوب سبب انه اليوم الرجعة ما هي السهلة الرجعة بينكم ما تكون بمجرد انه ترفع السماعة ويرفع السماعة ويسأل عنك او يطررش لك ورود يسأل عليك او يرجع يقابلك ويعتذر في نوع من المآسي المشاكل الانفصالات ما ينفع فيها الرجعة العادية ما ادلوش شنو بالضبط صار يا برج الاسد خبروني في الكومنز الناس اللي تنطبق عليهم هاي الرسالة شنو تجاربكم انتو مع هاي الانفصال اللي جدا كان سيئة اربع الخماسيات شريك الحين قاعد يقول لي ويقول في نفسه مو قدلك هنا في غشاوة وانشالت عن عينه والحين هو متفاجأ ومستغرب ومستفقد وجودك في حياته اربع الخماسيات تقول لي قاعد ينظر الى مدري ليش ويدا حس انه هو خلاص اما دخل فيه علاقة التزام شي يترتب عليه نتائج اما علاقة اما زواج اما عيال اما شي دخلوا فيه الاهل الاهل دخلوا فيه فما يقدر فقط انه يتملص منه ويهيك يتصل فيك ويقولك خلنا نرجع لبعض عرفت قصدي صعب جدا لانه فيه تبعات اربع الخماسيات هني قاعد يقارن الشريك اللي اقل منك جدارة اقل منك وفا اقل منك حتى في الجمال حتى في السنع حتى في مدى انجذاب شريكك له وهي الطرف الثالثة والشخص اللي دخل الى حين معاه في التزام قاعد ينظر اليه نظرة تملل تأفأف احنا نقول لاي عشبدة لاي عشبدة يعني ان شنو هالشخص توة توة ما ادري ليش شريكك جدا بطيء في الاستيعاب توي يستوعب ان اختار انسان حتى ما يقارن فيك اقل منك في كل المستويات كل الجوانب شنو كيقول انا ما يعني شنو الانسان يروح مثلا من انسان متدين الى انسان جدا فاسق التغيير جدا بعيد المقارنة ما تصير هنا ما بين التدين وما بين الفسق نفس الشيء المقارنة ما تنطبق بين مستواك انت شنو كنت في حياته ومستوا هذا الشخص الجديد ابدا قاعد يفكر شريكك ان لا يليق فيه اخر سؤال للمنفصلين ما هي خطوتها القادمة خمسة السيوف انا شنو قلت لك قلت لك صح دخلي هنا في التزامات وما قلت لتخلص منها بالراحة انا دخلوا فيها اهل دخلوا فيها معارف صاروا الناس تعرف عن علاقة بهاي الشخص الجديد يمكن اتزوجه ويمكن انخطبه الامبراطور هو دائما الشخص المزواج ولكن خمسة السيوف شريكك جدا ذكي احتمال ان يكون من الابراج الهوائية اللي يقول دا من الباب مغلق ولكن متأكد انه اكيد فيه نافذة مفتوحة اكيد فيه ثغرة ثانية اقدر استخدمها عشان اوصل لمراضي عشان اريد احاول على الاقل ارجع الامور مع برج الاسد خمسة السيوف محاولة استفزازه وخلق مشاكل وانه يوجد ثغرة بينه وبين علاقته مع هاي الشخص الجديد احتمال كبير انه برج ترابي شخص الجديد في حياة شريكك شخص برج ترابي ثور عذراء جديد حاول انه يستفززه يخلق معه المشاكل عشان اذا خلق المشاكل يصير عنده شوي فتشة يبتعد يتنفس عنه عرفتو؟ دراما يخلق دراما عشان اشي يصير؟ خمسة الخماسيات بدل ما يقول احني قاعد شريكا يقول بدل ما انا مثلا اتخلص من هذا الشريك الجديد مو انت يبرج الاسد الشريك الجديد خلي استفزه اغضبه اخلي اهو يرحل منه ومن نفسه اهو اللي يطلب الطلاق اهو اللي يطلب الانفصال اهو يروح لاهلي واهلي يقول لهم مثلا ما ابي ارتبط به خلي الكلمة تطلع من الطرف الثالث مو منك انت مع ان هذه علاقة القراءة هذه للمنفصلين ولكن طلع فيها طاقة الطرف الثالث يحاول ان يخليه ينسحب يستفزه عشان شنو عشان يصير عنده نكرت رقم صفر الاحمق اللي ما عنده اي شي يربطه يتخلص من شوفي هني من الامبراطور الى الفول الاحمق يتخلص من كل الاشياء اللي قاعدة تقيدها وتمنعها من ان يتواجد معاك لان تشوف شريكك نيته وخطوطه القادمة وانه فقط يرفع السماع ويسأل عنك يبي يرجع وجودك بقوة في حياته يرجعك كانسان موجود بشكل دائم مثل ما تعودته في السابق مثل ما انت كنت موجود في حياته فعشان تذيه يريد ان يخلق طاقة الفول طاقة الشخص اللي ابدا ما عنده اي هموم ما عنده اي اشخاص يعتمدون عليه متحرر يملك حريته في يده يقدر ياخذ قراراته بروحه شنو راح يساوي بالضبط يقلت لك احتمالات كبيرة انه هو يطملس من الطرف الثالث يخلي الطرف الثالث يصير بينهم زعل انفصال مشكلة عشان هو يقدر على الاقل يتحرك ولو بشكل مؤقت المجموعة اللي بعدها العزاب العزاب اول سؤال لكم ما هي مواصفات الشخص القادم في طريقك عندنا ستة ستة الاخصان ستة الاخصان لما تكون في وضعها المستقيم معناته شخص جدا اجتماعي جدا قيادي احب روح الحفلة روح الحفلة لما يدخل المكان يحرك المكان يحرك كل الناس ولكن جنب هذا الكرت هاي الكرت اطلين كان مقلوب اوكي وجنب عندنا ملك السيوف احتمال كبير انك تتعامل مع برج هوائي الابراج الهوائية طالعة في قراءتهم سوري طالعة في قراءتك يا برج الاسد طاقتهم بشكل جدا واضح هاي المرة ملك السيوف هذا الشخص جدا غريب عجيب ما ادري ليش قاعد احسه يمثل جدا الابراج الهوائية يعني طاقتهم فعلا لانه هني وهو مسؤول عن تنظيم حفلات مسؤول كوظيفة يعتمدون علي الناس يعتمدون علي مو هو اللي يطلب ان يكون في الحفلة او في الجمع في حشد هني حشد حشد مثلا اخص تنظيم شي ديني اخص تنظيم شي ثقاظي اخص تنظيم اي نوع من التنظيمات هو المسؤول عن التنظيم ولكن في نفس الوقت اهوه ما يختلط كثيرا بهاي الناس لانه طبيعة غير اجتماعية جدا ملك يعني بمعنى ويد سيلكتف ويد يختار الناس اللي يحتك فيهم مجتمعي ويد خجول منطوي على نفسه هذي هي الكلمة منطوي على نفسه النجمة شاني قلت لك برج الدلو برج الدلو طلعت طاقة اتوقع ايضا في قراءة المنفصلين احتمال كبير انك اما رح تتعامل مع شخص من برج الدلو او رح تأتيك طاقة طاقة شخص ما اخذ طاقة برج الدلو شنه هي طاقة برج الدلو برج الدلو هو روح الحفلة بالضبط ولكن في نفس الوقت ما يحب ان الكل شنه يقولون عنا انه مثل الاسد شابه الاسد اللي هو انت برج الاسد انه يعرفون الكثير من الناس هذا الشخص ولكن القليل منهم يعرفون حق المعرفة حق المعرفة عن قرب انزين مثل ما قلت لك هني وظيفتها وشكلها وظيفتها تتعلق بالكثير من تنظيم الاشياء اللي فيها جماهير غفيرة اوكي منصبة جيد منصبة مسؤول منصبة يطلب اكثر ما هو يطلب المنصب وهم حاطينه وهم معتمدين عليه وهم يحتاجون احترافيته في التنظيم خلا نشوف مواصفاته الشكلية ووظيفته ايضا عندنا هني اربع الاكواب هذا الشخص ما يدخل فيه علاقات احتمال كبير انه انفصل خطب وانفصل في السابق ولكن ما شوف انه عنده ابناء ما يدخل فيه علاقات عابرة جدا حذر عندنا ملك السيوف ملك السيوف جدا حذر واذا دخل فيه علاقات يدخل فيه علاقات طويلة المدى كل علاقات يتم فيها سنة سنتين ثلاث اربع حتى السنوات بما انه عندنا رقم اربعة هني مو شخص لعب شخص جاد شخص شوية خلا نقول جاف طبيعة الابراج الهوائية ما يعرف يستمتع بوقته فانت يا برج الاسد بما انه طاقة كنارية انت الشخص المناسب اللي تنبهى على هاي الجانب ام فيه ايضا اهني خص شكله ولبسه دائما يفضل ان يلبس الملابس الرسمية حتى فيه ملابسه ما يحب ان يكون فيها مراح او مخاطرة او الوان عنده هني دائما الوان معينة يتقيد فيها دائما لوكان مثلا عباءة او بدلة رسمية دائما يفضلها في لون واحد لون موحد او هو اللي يفضلها القمر ولكن مقلوب اوكي الامبراطورة هذا الشخص هذا الشخص لو اتى الموضوع فقط على اختياره اوه 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 راح يقولك انا ما ابي ارتبط لا ابي حب لا ابي زواج رافض الفكرة اساسا ولكن فيه شيء فيه تغيير فيه فيه شيء يتغير فيه حياته فيه رغباته خلاء الحين متجه نحو الارتباط اول شيء يريد انه فيه شخص معين ينتقي نقوى ينتقي يعني يكون قريب منه بشكل خاص لانه وايد ناس يعرفونه بس ما حد قريب منه الشغلة الثاني بما انه عندنا كارت الامبراطورة هذا الشخص ابتدى فعلا يرغب بالانجاب فيه ناس وايدوا يقولك انا ما ارغب بالزواج نفسه لو كان الامر اختياري ولكن لاني الحين صارت عندي رغبة في الانجاب من الجنسين ترى ذكر او انثى لانه صار عندي رغبة في الانجاب انه يكون عندي ذرية انه يكون عندي امتداد فيه شيء صار في حياته اهني عندنا وجود ملك السيوف وتحت القمر معكوس احتمال كبير ان هذا الشخص ابتدت نجاحاته تكبر ابتدوا يمكن احد الوالدين توفوا عنده احد اعمامه فابتدت فكرة انه فيه ورث في العائلة اتا ورث من قريب اتا ورث حصل على ورث ابتدى حين يفكروا بشكل جاد انا حين لو توفيت من الذي سيرثني يمكن ان هذا الشخص احتمال كبير عمره من الثلاثينات وفوق ما اشوفه صغير بالسن ابدا من النوع من الاشخاص اللي تأخر السن وما تزوج يعني مثلا انخطب مرة واحدة من زمان وبعدين خلاص ابتعد عن فكرة الحب والزواج ومشى فيه طريق العمل والحياة العملية فيه شيء يخص الورثة هنا قاعدة اتشوفه ابتدى يخلي يفكر بشكل جاد في الارتباط او في انه لازم ينجب ذرية اخر سؤال شيف تتصرف معايا برج الاسد السيف الاول وعندنا هنا ملك النار هذا الشخص مع انه هو جدا رسمي في طريقة ملابسه ولكن انت لان عندنا ملك مع ملك انت تقدر تجذب في حياته الجانب اللي هو يفتقده الجانب الممتع الجانب اللي احنا مو لازم نتبع كل القواعد في اللبس في الضحك في الاستمتاع في ان احنا نقوم باشياء متهورة غبية سخيفة اوقات ولكن نستمتع فيها الجانب اللي ما يكون ابدا جاد هذا جدا مهم جدا مهم اضافة الى جانب الاهتمام بالنفس مع هذا الشخص كل ما اهتميت بنفسك رح ينجذبلك اكثر رح يلاحظك اكثر يتمسك فيك اكثر ما ادري ليش بس تعرفون فكرة انه دائما التضاد يتجاذب اوقات نبحث عن شخص توجد فيه صفات احنا نفتقدها اوكي محتاج لهذا الشي محتاج ايضا اخر شي عندنا كرت العالم النصيحة لك يا برج الاسد مع هذا الشخص حاول ان تكون صديقة اول شي الصديق الفعلي اللي ما تدخل حياته وتحاول ان انت تمسك بزمام الامور وتتحكم وتغير انا معاجبتني طريقة لبسك معاجبني طريقة تحدثك مع الاشخاص معاجبني معاجبني وتعطي لسته في يده وقل له روح غيرها لا ابدا عكس هاي الطاقة ان انت تدخل في حياتك كصديق كحليف الحليف من هو الحليف اللي احنا نعتمد عليه في امور جدا مهمة لما خلاص على وشك ان احنا نسقط هذا الشخص هو اللي ظلم مثل السند لنا لازم يثق فيك لازم تكون حليفة اذا هو يحب يلعب كورة اتشاركه اتشجعه اذا مهما كانت هني قاعدة اشوف فكرة العالم عند اسلوب حياة جدا خاص فيه غريب مو معتاد ما في مرونة وايد متعود على الروتين معين وما يحب غيره مهما كانت هواياته واسلوبه في البداية عشان تكسبه لا تقوم باي تغييرات لا تدخل في حياته من اجل التغييرات ادخل في حياته وانضم اليه اذا كان قاعد يصفك صفك اذا كان قاعد يغن يغن اذا كان مجرد انسان يستمتع في الجلوس في البيت بدون ان يقوم باي شيء انضم اليه هذا الطريقه رح تخليك تكسب فرقته ملك مع ملك جدا ترى طاقة متوافقة طاقة متكافئة اخر مجموعة عندنا حين مجموعة المرتبطين اول سؤال المرتبطين هو كيف يراك الشريك عشر الخماسيات ملك الاكواب خمس الخماسيات اول شي رح يبتدي بهذا الكارت ام شريكك تشوف هل انتوا في شراكة سواء كانت زواج او كانت ارتباط في عندكم نوع من الصعوبات اللي تخص الاموال او تخص الحياة العملية تخص الدراسة اي شي خص هاي الامور واحد منكم او اثنينكم قاعدين يتعانون من الصعوبات ولكن الصعوبات هني قاعدة تخلي جوانب اخرى فعلاقتكم تزدهروا تقوى لانا قاعدين تنحطون تحت شوي ظروف صعبة او على وشك ان تنحطون ماليا ما بقولك ظروف صعبة قاعدة اشوف في تحدي الحياة العملية في الفترة القادمة رح تتحداكم انتو والشريك فاشلون راح اشوفك اشوف ادائك في هاي التحدي راح اشوف ادائك ان انت فعلا الشخص اللي ممكن تكون الراعي الحنون الراعي الحنون الشخص الهادئ الشخص المستقر الشخص اللي تعرفي هني احس ويت طاقة تهتم فيه تهتم فيه وقت العمل عمل وقت الجد جد ووقت اللعب لعب رح يشوفك ان انت فعلا قاعدة تحافظ على البلنس المناسب التوازن المناسب ما بين الحب متى نكون الحب متى نكون رومانسيين وما نفقد هذا اهم جانب اهم جانب اللي ابيك هني تفهمه في الرسالة شريكك رح يشوفك في الفترة القادمة وايضا النصيحة لك ان انت مهما كانت ظروفكم المالية او العملية صعبة مثلا وقيت عندكم دراسة عندكم امتحانات مهما كانت الظروف ان انت ما تفقد تركيزك هنا عينك الظل على شريكك عينك الظل عين الحب الظل دائما عندك طاقة الاهتمام بالحبيب بالمعشوق حتى لو ظروفكم صارت صعبة سهل ان احنا نحب وان احنا نكون سعيدين وان احنا نضحك لما يكون عندنا فلوس لما تكون شهادتنا في الجامعة ونتائجنا متفوقة لما نكون علاقتنا مع الاهل اوكي هنا في تحدي رح يدخل حياتكم شخص ظروف معينة يمكن حتى تحدي من داخل البيت الاهل الابناء الابناء اذا كان بينكم ابناء رح يمثلون تحدي يتعبونكم شوي في التربية يتعبونكم مثلا يمرضون بعيد الشر ولكن ادائك في هاي التحدي هو اللي رح يبهر شريكك ان انت فعلا شخص يعتمد عليه الشخص المناسب اوكي السؤال اللي بعده ما هي نقاط قوتك في العلاقة عندنا تسع الاكواب الخماسيين طاقة التبديل والامبراطورة هذي ايضا من الطاقات اللي صعب ان مو اي برج ومو اي شخص يقدر يجمعها الطاقة اللي تقول انا عرف متى اكون ابو عرف متى اكون ام عرف متى اكون ابنه وعرف متى اكون حبيبة وعرف متى اكون زوجة او زوج عرف عرف اهني الخماسيين يمثلون بالنسبة لي برج الاسد مثل نقطة قوتك مع هذا الشخص هو سرعة تبديلك للطاقة معاه لطاقتها الان الحين ام اتكلم معاك ام كحبيبة او حبيب اتكلم معاها كزوج كقائد لهذا البيت او كالريال اللي في حياتها اللي لازم تسمع كلامي ولا اتكلم معاك يا صديق سرعة تبديل في سباق السيارات جدا مهم سرعة تبديل الحركة ان السيارة بسرعة تبدل لذلك يعتمدون على التبديل اليدوي سرعة التبديل ترى هي كل شيء سرعتك انتو اوكي انا تعرف متى تكون معه حبيب اتعرف متى تكون معه شديد اتعرف تكلمه باي صوت في اي وقت لان هنا عندنا طاقة الام او حتى ممكن تكون الاب احد الوالدين وهني طاقة انا وانت بس تبديلك لهاي الطاقات هي نقطة قوتك معه في الفترة القادمة والتوازن اللي تحدث بينهم واخر سؤال كيف التوافق بينكم لشهر ستة انا سوري شهر ثمانية لان هنا عندنا ست الخماسيات نشوف هنا المكيال التوازن وراه كرت برج الميزان كرت العدالة واخر شي ثمان الاخصان اول شي بتكلم عن هالكرتين لان احس ان المعنى ما لهم متشابك انت هنا في هاي التحدي اللي كلمتك عنه في البداية ادائك خصوصا اذا كان ايجابي شريكك رح يتحمس انه مادري يقوم بمفاجأتك يعطيك حدية يردلك يردلك الخير اللي تسويه معاه ولكن باسلوب مختلف باسلوب يخص الاموال مو بس الاموال الاهتمام احتمال كبير انه راح مثلا يقترح عليك او يعطيك شي بس لك انت بس انت اللي تقدر تستمتع فيه مجوحرات سفرة سيارة اي شي فقط خاص فيك انت ما يشاركك فيه احد عشان تستمتع فيه او تستخدمه وايضا وجودي هني مكيالين مو مكيال واحد يحسسني انه شريكك راح في الفترة القادمة يكون يشيلك ويدة همراحتك يحاول يشيلك على اكفف الراحة او اكفف الراحة يقولون انزلين ولكن فيه نقطة واحدة راح تكون عنده شوي طاقة يعني يشوف ماديا جدا يعطيكو جدا كريم معاك ولكن جدا حريص وحازم بخصوص اذا كان بينكم ابناء تربية الابناء واذا كان بخصوص الصرف كريم معاك ولكن في نفس الوقت راح يحاسبك مو فقط على الاموال حتى على الوقت اش كثر احنا قضينا وقت مع الاخرين مقارنة بيش كثر قضينا وقت مع بعض كم مرة في الاسبوع انا مثلا اذا احنا مخطوبين وفي علاقة كم مرة قدرت اشوفك او من متى ما شفتك في هني طاقة الحساب والكتاب اش كثر وقت اذا انتم الزوجين اش كثر وقت نقضي مع اهلك اش كثر وقت نقضي مع اهلي وفي شي لازم يكون فيه عادلين وحازمين دام هذاك الاسبوع رح نعند اهلك هالاسبوع مع اهلي طاقة غريبة ما بين العطاء والحنية وايضا ما بين الحساب رح يكون يحاسبك ولكن يحاسبك بشكل عادل في الامور المنطقية وايضا رح يطلع بطلعات خلال شهر ثمانية اكثر طرعاتي رح تكون بخصوص اما مشاريع يطلع لك بافكار غريبة عجيبة محتاج انت شوي تكبح جموحة تكبح هاي الطاقة الغريبة اللي رح تطلع عندها طاقة اللي خلا نسافر بين يوم وليلة هني انت تحاسبها محتاج تحاسبها ماديا هل السفرة رح تكلفنا كثير لان احنا تونا طلعين من صعوبات هل تسوى هذي السفرة اوكي ما ادري ليش احسيني واي الطاقة القيام بامور متهورة وافكار غريبة تأتي ويناقشها معاك انزين رح يكون شهر جدا مليء شهر مليء بالتغيرات شركك احس انه ما رح يستقر على طاقة واحدة وياك يلبس رداء الحزم وبعدين يلبس رداء الكريم المعطاء الرومانسي ورد يلبس رداء المتهور او المراهق اللي دائما يبي باخورة تجارب مغامرات جديدة عزيزي برج الاسد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة